طاولة نقاش ورأي وآخر وأفكار تبادلها وزير الشباب مع مبادرين حول مشاريعهم نتاجها مقتراحات على وعد أن تضمها سلة تشريعات منها ما بات واقعا فعليا فيما أخرى تنتظر التشريع من قاعة عبدالله السالم وصلنا تقريبا حققنا بخلال سنة 88% من هذه الاقتراحات المختلفة تبغى اقتراحات أخرى تحتاج إلى تشريع أو اقتراحات تحتاج إلى وقت أطول لدينا قانون إعادة الهيكلة أو ما يسمى بقانون العسار وهذا أيضا قانون مهم جدا واحد من المتطلبات الأساسية للبنك الدولي في تحسين بيئة الأعمال لدينا أيضا قانون تكلمنا عن قانون تعمين قانون الشركات العائلية وهذا ما زال في وزارة التجارة الآن المراحلة النهائية نتاجها كذا رؤية اقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قطف الشباب ثمارها باستخراج مئات الرخص لمختلف الأنشطة التجارية ازدياد أنواع الرخص تقريبا زدنا من كانت 584 نوع رخصة إلى أصبحت اليوم 855 نوع رخصة بزيادة 46% لكن نتيح للشريحة المستهدفة أن تختار قبل بسابقة الكل ذات مسئلة محدودة 10 ألاف دعا يعلان الآن هناك أنواع مختلفة وعد حكومي بمزيد تسهيلات للشباب وتعهدات شبابية للمضي قدما لإبراز سواعد كويتية تدفع الانتعاش الاقتصادية ونشاط تجارية يعود بالنفع عليهم وعلى وطن ينشد تقدما وازدهارا أحمد المسعودي لتلفزيون مجلس ترجمة نانسي قنقر